أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى لشبابي والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على أهمية الشراكة بين الهيئة العامة للرياضة ومختلف الجامعات المحلية لتوفير فرص التحصيل العلمي الملائمة لللاعبين لخلق جيل رياضي متسلح بالعلم والمعرفة جاء ذلك لدى حضور سموه توقيع مذكرة التعاون بين الهيئة العامة للرياضة وجامعة البحرين للتكنولوجيا والجامعة العربية المفتوحة وأشار اسم الشيخ خالد بن حمد إلى أن تلك الاتفاقيات ترمي إلى تشجيع اللاعبين على مواصلة التعليم العالي ونيل أعلى المراتب العلمية بما يؤهلهم لضمان مستقبلهم المهني بجانب تألقهم الرياضي مؤكدا سموه حرص الهيئة العامة للرياضة على تحفيز الطلب الرياضيين لمواصلة عطائهم الرياضي والتحصيل العلمي الجامعي في آن واحد لما له من أثار إيجابية على اللاعبين وأولياء أمورهم بهدف تحقيق الاستقرار النفسي والأسري ولما للتعليم من دور في تكوين اللاعب من الناحية المعرفية والثقافية والاجتماعية وثمن سموه تعاون كل من جامعة البحرين للتكنولوجيا والجامعة العربية المفتوحة في إبرامي تلك الاتفاقيتين مع الهيئة العامة للرياضة والتي تهدف إلى تشجيع اللاعبين على الاستمرار في التعليم الجامعي وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في مختلف الجوانب الأكاديمية والتي تعود بالنافع على اللاعبين في مشوارهم الرياضي مشيدا سموه بالدور الذي تلعبه الجامعتان في تخريج العديد من الطلبة لسوق العمل بمختلف التخصصات والمساهمة في دعم الحركة الرياضية وخلال حفل التوقيع اطلع سمو الشيخ خالد بن حمد على برامج الجامعتين والمنشآت الرياضية التي سيتم استحداثها لتنظيم الأنشطة الرياضية الطلابية هذا ووقع مذكرة التفاهم من جانب الهيئة العامة للرياضة الرئيس التنفيذي سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر ووقع من جانب جامعة البحرين للتكنولوجيا الدكتور حسن علي الملة رئيس الجامعة ومن جانب الجامعة العربية المفتوحة الدكتور غرم الله عبد الله الغمدي رئيس الجامعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة